السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بخير و بقال خير إن شاء الله واحد الموضوع مهم للإخوة وكي يحيروا فيها خاصة السائقين السيارات كي يحيروا في هذه المشكل أو لا في تشخيص هذه المشكل ما هو المشكل بعد الأوقات الإخوة يجب عليكم من الوقت سائق يجب علي تجديد السخونية سائق تم فحوة كاملة سائق تم فحوة يجب علي المحرك ومشكل عندما يجب علي المحرك يجب علي المحرك سائق أو سائق السيارات يجب علي المحرك محرك يعني إخوة ولكن عند الطريق يتدعى هذا الهواء يجب أن تجد هذه شريرها ، منتفخ عندما تجد هذه الضغط على الهواء والضغط هنا يمكن تدخل السخونة هذا يجب على أعلى و الأسفل يجب على أعلى و الموتور سخونة كما قلنا تمبراتير على هنا والرادياتور سخونة يجب أن تسهل على الألوحك المأمورية هل يمكنك أن تفعل تبرد اللوت دعي اللوتو تبرد تبرد أجل القرعة من أحدث سخص لديك على حسب السيارة و ساخص لديك كب الماء إذا أرى نعطي القرعة و ساخص لدينا نخلق الأسفل نخلق الأسفل و ساخص لديا و ساخص لدينا من أحدث القرعة كب الماء سوف يخرج الماء من هنا من رادياتور سوف نأخذ الماء لكي يخرج الماء ونأخذ الماء هذا الثالث هذا الثالث عندما نأخذ السيارة شيء عادي سوف يتحبط شيء عادي لكن عندما يتحبط السيارة العادية ونأخذنا نظيف هذا أين نأخذ السيارة ها هو هذا في السيارة سوف نأخذ الماء هذه الماء ونأخذ الماء لكي يساعد الماء ونأخذ الماء لكي يساعد الماء نعرف في السعال ونأخذ الماء لكي يساعد الماء ونرى السخونة ونرى ما سوف يتحبط أو لا يتحبط إذا لم يتحبط نعرف هذا الماء لكن إذا فإن نعرف هنا ونرى ونرى السخونة 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 نعمة ونرى السخونة يتحبط هذا النوع أو نرى السخونة ما يفوق من يجب أن يخرج إلى الفقاعة لكن من ينفوق جميع في أولا ذلك في مرة الثالثة، سيكون تربة الريح هنا يدخل هنا الهر يتكون هناك ضغط لا يجعل الماء لا يكون يسيركي للماء يكون يسيركي الريح المشكلة الذي سيكون لدينا هو أن يكون لدينا توشاج هنا في جوانت كيللس لا يوجد توشاج هذا توشاج يخرج من هنا الريح من غرفة المشكلة يتربى الماء السيل الذي ي 촉تعر الهضải في القلعة الماء السيل دا إدقائنا على الماء يوحض الماء على الماء السيل يوجد فيها واحدة كلابة كما تلاحظوا فيها واحدة كلابة هذا كلابة لديه واحد ضغط كبضة يفوت القدر يتخل هذا كلابة يبقى يخرج يدغج الماء والماء سوف يسخننا في هذه المرحلة شخصنا بلقينا الريح بلقينا الريح بلقينا الريح بلقينا الريح لكن بعد الأوقات سيارة الموتور محروق هذه وصلت سخونة كاملة ربما لا تنسى هذه سيارة عندما يأتي هنا في المحرك ستجد المحرك ستجد لكن عندما يأتي تجد بارد الموتور ستجد وهذا بارد سيارة 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 بارد وعندما يتجد بارد هذا بارد وعندما تلمسها من الداخل ويجب تجد حيث تجد بارد الموسكي لدينا الترموسطة لا تتجد لدينا بلقينا لدينا بلقينا لدينا الماء ويجب لدينا بارد ويجب الرادياتور بارد يعني لدينا الرادياتور بارد لكن بعد الأوقات كما قلنا مرة ثالثة سخونة طالعة محرك سخونة كثيرا ويجب تلمسها ويجب ويجب تلمس الرادياتور ويجب الرادياتور تجد تجد بارد بارد المحرك كامل سخونة ويجب سخونة لكن الرادياتور بارد ويجب الخرطم الأسفل بارد هنا يعني المحرك يجب مدخة الماء يجب تصل إلى هنا لكن الرادياتور بارد معناة هي هذه الماء لم يدخل بالوضع بارد هذا الماء لذي تضيف هذا الماء لذي تضيف الفيدي بارد والرادياتور بارد وهذا الفيدي سخون مدخرة ألت سنعود بإختصار سيارة سخنة 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 سيارة 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 لاحظ ما رائحة سيارة لذا تم وصل استطاع قطع سيارة الرادياتور سيارة سخت ك刑ن erm من أفضل العلاج تحصل على نفس الوحيد أتبعون بشكل محرك سخون و خرط المياه الأعلى والأسفل والردياتور كل شيء سخون وعلى مكانه هذا ينزل وهذا ينزل و هذا ينزل و هذا ينزل يعني الموتور ينزل على الرادياتور المبرد في الدولة و الأخراط من المياه كل شيء سخون وعلى مكانه يعني هذا ما اعتقدنا له الوحيد لكن لكن إذا أردنا محرك سخون وإنتاج سخون لكن الرّادياتور تحتنا بارد نعرف بألخ قوتنا في هذه الساعة الرهرة هي مبوشية إذا كنت لقنا أردنا في السفل وهذا السجن بارد وهذا السفل بارد بأن من أول حيث نعرف بشكل سعيد فهذا ظاهر أن الرهرة مبوشية لكن إذا وجدنا تمبراتير طالعة محرك سخون قادر تمبراتير طالعة وهذا بارد هذا يعني أنها الترموستر يعني كائن الترموستر يقعد هاتيو بارد ومحرك سخون وهاتيو بارد يكون هاتيو ترموستر لقنا هذا السوفلي تحتاني خرطم تحتاني أو لادئة التحتانية والردياتور باردين والمحرك كامل سخون تهاتي سخونة غير هذا اللي بارد وهذا والردياتور باردة معنى أن الردياتور لقنا هذا بارد والمحرك سخون معنتها ترموستر لقنا محرك سخون كامل وهذا بزوجهم سخونين خلطين المياه والمبرد تهوه سخون كل شيء سخون وهذا مغانفلين معناها أنه جوانت كلاس متوشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتمنى اللي عجبوا الفيديو دعينا شي دعوات على الخير والسلام عليكم